الأسبوع الماضي وتحديداً 17 أكتوبر فيش المجلس الأمن كالعادة بإصدار قرار يدين الحملة العسكرية الإسرائيلية اللي راح ضحيتها آلاف المدنيين بغزة ما طالبوا حتى بإيقافها الحملة القرار توقف بفيتو أمريكي فرانسي بريطاني وكأنه عم يقولولون لا توقفوا مجازركم كملوا فيها للأخير وكأنه أرواح الفلسطينيين مو مهمة الصهاينة ما كذبوا خبر ارتكبوا بنفس اليوم مساء مجزرة ما صارت الموقع الطويل قتلوا مئات الضحايا معظمهم من النساء والأطفال بقصف عن المستشفى المعمداني بغزة كان محتمي فيه الآلاف من المصابين واللاجئين بيقول لحاله الواحد إنه هدول الدول اللي عرضوا قرار إدانة إسرائيل وإيقافها الحملة الوحشية الصبح ضميروا نأنبهم المساء لما شافوا هاي المجلس الوحشية أكيد راح يطالبوا بجلسة عاجلة بمجلس الأمن لحتى يوقفوا العدوان مباشرة مثل ما شفناهن هاجوا ماجوا مشان إسرائيل وتباكوا وتعاطفوا بس حتى ساعد تصوير هاي الحلقة لهلأ ما صار شي من هات ليش يا ترى معقول يكونوا شايفين أهل غزة من درجة أقل من باقي البشر وأن موتهم بالجملة حدث مو كتير مهم لحتى نتحرك مشانه كيف صارت هيك دماء أهل غزة وأهل فلسطين عموما مو كتير مهمة وقتلهم شي عادي جدا مو البشر المتساويين كي لنا مثل بعض تاري أي إنسان بنقتل بهيق قصف وحشي بيكونوا التعاطف معه بنفس الدرجة أقل إنسانية من باقي الناس اليوم رح نحكي سوا عن هذا الموضوع أهلين وسهلين ومية مرحبتين بأحبائي وأحبيبات المتابعين والمتابعات مع ازياد ضراوة الهجوم الإسرائيلي على غزة صار الوضع الإنساني حرج كتير أحياء كاملة سويت بالأرض آلاف الشهداء ربع تقريبا من الأطفال وفوق لما بينحكى عن غزة بتلاقي الحكي من قريبه وبدون إحساس أما لما بينحكى عن إسرائيل فبنشوف تصوير للمعاناة وتفاصيل الحياة تبع الضحايا وإنه كيف كانوا عايشين وأحلامهم وآمالهم وآلامهم وعلاقاتهم الإنسانية مع جيرانهم وأهلهم وحبائبهم تلاقي الإنسانية عم تشرشر شرشرة من الشاشة تلاقي عمشور بتطوف إنسانية عملية لأنسنة هي تلاقيها تطبق على طرف وما بتطبق على طرف تانية بكتير أحيان بس في أسوأ وأخطر منها شافينا كيف عم يطبقوا شي وما عم يطبوها تانية في شي لسا أسوأ وأخطر من هذا الشي اللي هو عملية نزع الإنسانية عن أحد الأطراف وهذا عم يتعرضوا له أهلنا بغزة مصطلح كبير غير نفهم الموضوع شوي شوي سوا الإنسان عموماً لحتى يفهم تصرفات الناس اللي حواليه بيرقبهم بيشوف سلوكهم شو عم يعملوا كيف عم يتصرفوا وبشكل أوتوماتيكي بيصير بيحاول يتوقع شو رح يعملوا شو الخطوة الجاي شو رح يتصرفوا هلا مثلاً قاعد على الشباك انت عم تتفرج على حدا ماشي قرب على سيارة طلع مفاتيح السيارة أكيد حيفتح الباب أكيد رح يفوت لجوها حيشعل السيارة رح يمشي رح يتحرك هيك وانت عم تراقب الناس حواليك وانت عم تشوفوا رح يتصرفوا بتكون عم تعمل محاكات بعقلك للخطوات اللي رح يعملوها شو رح يتصرفوا حتى في دراسات بتقول أنه بقلب الدماغ في نوع خاص من الخلايا العصبية بسموها الخلايا العصبية المرآت وتم اكتشاف هاي الخلايا بثمانينات من قبل عالم الدماغ الإيطالي جاكو موري تسولاتي وفريقه هالنوع من الخلايا تشتغل لما تكون عم تقوم بعمل ما عم تعمل حركة أو لما تكون عم تراقب شخص تاني أو ناس تانيين عم يعنوا نفس الحركة وهالنوع من الخلايا بيشتغل عنا من لما نكون كتير بسن مبكر نكون كتير صغار منشوف التانيين ومنقلدون مشان هيك الولاد بيقلد أبوه بس الأهم من هذا كلياته بحسب العلماء وجود هاي الخلايا براسنا بدماغنا بساعدنا لأنه نتعاطف مع الآخرين لأنه بتخلينا نحط حالنا بمكان الآخرين نسأل حالنا ليش هك عم يتصرفوا كيف عم يحسوا وبالتالي هاي الخلايا بتلعب دور بإنه الإنسان يكون كائن اجتماعي ومتعاطف مع الآخرين لأنه أول ما يشوف إنسان تاني عم بيمر بظرف ما أوتوماتيكيا بيحط حاله محله بقول أنا هداكي والله صار معه كذا أنا بتوقع لو كنت محله كنت عملت هيك أو يا ترى شو إحساسه كيف عم يفكر شو شعوره كلنا بيصير معنا هيك انتي سعاد تكوني عم تشوفي فيلم بتلاقي بطلة الفيلم عم بيصير معها أحداث بهذا الفيلم بتقولي لحالك أنا لو كنت محله كنت تصرفت هيك أو ما تصرفت هيك أو كنت قلت هيك أو كنت حسيت هيك كل آياتنا بيصير معنا هيك إنهم عم نتفرج على الأفلام والمسلسلات بس وين المفاجأة يا سعاد؟ المفاجأة إنه في ناس يمكن بينزعجوا من وجود هاي الخاصية ما بدوا يتعاطفوا مع الآخرين يعدوا بيفكروا كيف بدي يعطي ليه كيف بدي ايك بالزرجوات دماغي يخليني بطلة وتعاطف مع معاناة التانين يخرب بيته ليش هيك بده يعمل؟ ما هو بيكون بده يقتل ناس بده يعذبون بده يهجرون بده يتسبب لهم بمعاناة بدهم بتنطلوا هاي الخاصية بتناغوا بتحسسوا بالزنة بتقولوا فكيش هيك عم بتعمل حطها لك محلها دول اللي عم يتحجروا ولا اللي عم يتعذبوا عادي حطها لك محلون بقولوا لا ما بدي ها بس كيف بده يعمل هاي الحركة كبسة الزر هاي لحتى يبطل يتعاطف مع الآخرين بيقوم بعملية اسمها نزع الإنسانية ده يومونيزايشن وهي العملية هي عملية شريرة تهدف إلى نزع القيم الإنسانية عن فئة من البشر وهذا كله ياتوا مرحلة أولى هو والناس اللي معه اللي منطرفه اللي حابب يقنعه انه هدول الفئة من البشر هنه أقل من الناس هنه مو ناس عاديين أقل من البشر وعملية ده يومونيزايشن هاي نزع الإنسانية تعتبر من أخطر الحملات الدعائية امتى كانت تتصير مثلا؟ كانت تتصير قبل الاستعباد عمليات الاستعباد قبل شن الحروب قبل مصادرة الممتلكات قبل القتل قبل الإبادة لما بينزع الإنسانية عن الطرف الثاني برو بيقتلهم وبيبيدهم وبيستعبدهم وبيستعبدهم وبدو ما يحس بالزنب أخي هؤلاء مو بشار أقل من البشر أنا بالحق اللي أعمل اللي بدي أيا فيهم يعني إذا بدنا نجهب ذهاد المصطلح من وجهة نظر العلوم السياسية والقانونية بيطلع معنى التالي أنا مثلا عندي أعداء عندي خصوم سياسيين بدي أقمعهم بدي انتهيك حقوقهم وما بدي حس بالزنب بنفس الوقت طيب شو بدي أعمل لا أولي حل ما إلك لنزع الإنسانية هي الدواء هي الحل ساعتها بتصير الحقوق الطبيعية اللي بتنطبق على أي إنسان ما بتنطبق على أعداءك وخصومك ما لأن أقل من الناس أقل من البشر ممكن تحرمهم من كل شي من حريتهم حتى من حقهم بالحياة بتصير ما بتسمح يكون عندهم ممتلكات بتصير تمنعهم حتى يكون عندهم أسماء خاصة فيهم بترقمهم ترقيم بيصيروا من وجهة نظر اللي بديوا يطبق هاي العملية عملية نزع الإنسانية حيوانات ما لهم بشر أو حتى ممكن يصيروا أشياء بنظره جمادات وبتم تصويرهم على هادي الأساس أو متل ما بيقول لفيلسوف الأمريكي ديفيد ليفينغ ستون سميث إنه عملية نزع الإنسانية هي فينا نقول عنها إنه بتشبه زيت المحركات يلي بتحرك الماكينة يلي بتسهل عمل ماكينة القتل والاغتصاب والصريقة والنهم وهكذا قصة نزع الإنسانية بتجي على أشكال وأنواع مثلا ممكن يتم نزع الإنسانية عن مجموعة بشرية معينة بس لأنه من عرق آخر متل ما ينقال مثلا إنه الأفارقة أو الآسيويين هن من صنف بشري أقل نوع ثاني هو إنك تركز على المشاكل عند عدوك أو تسلط الضوء الإعلامي على شي غلط عمله خلاص صير تركز معه بيصيلوا بيقولوا إنه مستحيل ما في كائن بشري بيعمل هيك غلط بشري العادية مثل العدالية والأخلاق هذو الأقل وهذا الحكي حمادي ما بتلاقيه بس بحالة الحروب أحياناً بيطبقوا عملية نزع الإنسانية هي على معارضين داخلين بالبلد نفسه من قبل نظام استبدادي وهالشي شفناه وعم نشوفه لهلا أو بتطبق هاي العملية على المهاجرين مثلاً والفقراء أو الضعفاء ناخد مثال الأفارقة يلي تم نقلهم بظروف غير إنسانية أبداً بالسفن لحتى يروحوا يشتغلوا بالسخرة واستعباد كامل ومستعمرات بأمريكا الشمالية وجنوبية وقتها كانت تتم معاملة الأفارقة بسفن الشحن هاي معاملة الحيوانات بتخزن وتخزين كانوا ممنوعين يحتفظوا بأسماؤن حتى تم إنكار كل صفاتن الإنسانية وكل هاد بحجة إنه هدول من جنس غير جنس البشر عواطفن أقل ومشاعرن واحتياجاتن أقل شان هيك لا تهتم كثير بطريقة معاملتن ما في مشكلة بس بتضل أوقات الحروب هي أسوأ أوقات تتبين فيها هي الدعاية السياسية بل إذا بدك بصير الحكي فيها على المكشوف وبتلاقي الجرايد أو الإعلام عم نتحرض على الخصوم والأعداء الخارجيين والداخليين بيقولوا عنهم إن هدول جراثيم أمراض حيوانات هدول مباشر لازم نقضي عليهم إن خشمال إن مازون إن مائم إن ديلك هكول ساقور ونحن نرخمين بخيوط أدم وغالبا بهاي الحالة الموضوع ما بيوقف عند الحكي الفعل بيلحق الأول وللأسف إذا بنفتح صفحات التاريخي الحزينة من لا إيه مليام بهي الشغلات ناخد مثلاً مذبحة يلي عملوها العسكر الإمبراطوري الياباني بمدينة نانجينغ بالصين سنة 1937 كانوا اليابانيين محتلين جزء من الصين وعملوا فيها مذبحة من أكبر المذابح عبر التاريخ الحديث من أسوأ الفضائع بتاريخ الحروب حوالي 200 ألف أتيل و50 ألف حالة اغتصاب بعد ما استباحوا المدينة لمدة 6 أسابيع بعض الجنود اليابانيين عملوا مسابقات بيناتهم مين بيقتل صينيين أكتر بالسيف وانتشت أخبار هاي المسابقة بجرائد يابانية بيصيغة فينا نقول بين التمجيد والنكتة واليوم الأبحاث بتقول إنه عملية نزع الإنسانية كان إلا دور أساسي بهاي المجزرة خلت الجنود يلتكوا هيك فظائع إنه كانوا اليابانيين يعتبروا حالهم من عرق متفوق وبالأحرى الصينيين بهاي المدينة من عرق أقل وبيستاهلوا كل شي عم يصير فيهم ونفس الشي عم نقول الأميركان مع اليابانيين بالحرب العالمية التانية والأمثلة كتيرة حتى العرب عانوا بكتير أحيان من هاي القصة شين قال عنهم آفات شي جنس أدنى من البشر متل ما صار بعد هاجمات 11 سبتمبر 2001 أو بعد غزو العراق وهالشي كان عم يؤدي لجرائم عنف وكراهية ضد العرب وأحياناً بأميركا كانوا ضحايا هاي جرائم مو عرب أساساً بس شكلن لاحتن متشبه العرب بقمو بيستاهدفون بيتلون وليكن نتيجة متل ما شفنا الأسبوع الماضي جريمة بشي على أبعد الحدود رجل أميركي طعن طفل هو وأمه بس لأنه مسلم من قتل الطفل عمره ست سنين وصحيح إنه العرب بشكل عام بيعانوا من العنصرية ضدهم بس لما منفوت على فلسطين ونشوف وضع الفلسطينيين منكون انتقلنا لمرحلة تانية تماماً لمستوى أعلى معاناة عمره عشرات السنين من نزع الإنسانية عنهم يعني تصريح متل تبع وزير الدفاع الإسرائيلي إنه رح يقطعوا المي والكهرباء والوقود وكل شي عن أهلنا بغزة إنه هنا حيوانات بشرية عدمه أول واحد ولا أول مرة يقبله كثير لدرجة إنه من كم شهر بس صحيفة إسرائيلية بالإنجليزي نشرت مقال عنوانه من الصف الأول حتى القبر يتم تعليم الإسرائيليين تجريد الفلسطينيين من إنسانيتهم ومن أشهر الأمثلة اللي بيزرعوها برؤوس الإسرائيليين من صغرون إنه بس هنن بيحبوا أطفالهم وبيخافوا عليهم الفلسطينيين لا ما بيحبوا أولادهم ما آيسين إنه خلاص بيتركوهم نحن نتركوهم ما نحب أولادنا بس الإسرائيليين بحبوا أولادهم الفلسطينيين دائماً بيكونوا بالأحساس عالطول بتلايون هيك ودائماً منلاقي تصريحات من كبار المسؤولين الإسرائيليين بتصبي عملية نزع الإنسانية عن الفلسطينيين مثل تصريح وزير المالية الإسرائيلي الحالي بيزليل سموتريتش ستة شهر تقريباً هو صراح قال إنه قرية الحوارة الفلسطينية في الضفة الغربية لازم تمحها ليش يا بيزليل؟ قال لي عم تزعج المستوطنين اللي حواليها لهذه القرية وجوده عم يزرجون كل شيء عم يضطروا يقتحموا ما مقدر ما عم ينزعجوا منا خلاص محوا علماً إنه العالم كل ياتوا كل العالم متفق إنه وجود المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية غير شرعي ما لازم يكونوا موجودين هون ضفة الغربية من ضمن أراضي السلطة الفلسطينية المفروض؟ مع ذلك هاد الوزير شايف إنه حتى هونينك بالضفة الغربية الفلسطينيين ما لازم يعيشوا وهاد الوزير مولا حالو بيعنكم وزير الأم القومي إتمر بين كفير هذا الساكمات لفيل مختلف من العنصرية وتجريد ونزع الإنسانية صرح من شهرين وقال إنه حقه بالضفة الغربية أكتر من حق الفلسطينيين فيها وبتزدادها التصريحات قبل الانتخابات وقبل وأثناء العمليات العسكرية ضد الفلسطينيين ليش؟ بحتى يبرروا كل شي بيرافق هاي العمليات من قتل وهدم وجرائم ومشان ما يتعرضوا المسؤولين عن هاي الحملات لاحقة للمسائلة وليجان تحقيق إنه يعني إذا انتهك حق من حقوق الفلسطينيين بتكون جنحة مو جريمة هاي ما أنه مو مساويين لأنه نحن فوق وننتعر نحن غير نحن استثنائيين وفعليا اللي عبي يدفع تمال نظرية الاستثنائية هاي إنه الفلسطينيين لأنه هاي النظرية بتبرر كل العنف يمارس ضدهم بحسب كتير باحثين وغير العنف عم تبرر التمييز العنصري ضدهم محو هويتهم ذاكرتهم طردهم من بيوتهم وهدمها صرق التراثهم بنهاية الحلقة يلي لفت نظري بموضوع نزع الإنسانية ومو نشر الكره والكلام العنصري على مجموعة معينة تمهيدا لأنه نروح نعمل انتهاكات ضدهم هاي الشغلة معروفة وعمرة من عمره الحروب والصراعات بين البشر يلي لفت نظري وإنه كيف بيمخ الإنسان في خلايا عصبية بتخليه حس بمعاناة غيره كأنه في شريحة بدماغنا بتدعم هاي الخاصية خاصية الإحساس بمعاناة الآخرين بس مع ذلك قدر هاد الإنسان نفسه يتغلب على هاي الميزة من خلال عملية نزع الإنسانية هتخيلوا أنه في علماء عملوا تجارب ودراسات ليشوفوا أثر الحملات الدعائية تبع عملية نزع الإنسانية على دماغ الإنسان والنتيجة شو طلعت؟ أنه فعلاً تلتغى خاصية التعاطف مع الآخرين إذا ضلينا نشتغل على موضوع نزع الإنسانية اتعطلت هاي الخاصية عند المشاركين بالتجربة ما عاد يشتغلت ما عادوا تعاطفوا مع ضحايا الضخ الإعلامي اللي عم يجردوا من إنسانيتهم مدخلين؟ يعني من المختصر هاي الحملات الدعائية خلت الإنسان يطفي هاي الميزة لمدماغه ميزة التعاطف والشعور بمعاناة لآخرين وقضاياهم وهذا بالضبط الشي اللي شفناه بالإعلام الدولي بتغطيطه للحرب الحالية الدائرة بغزة بحيث يصير إظهار الجانب الإنساني بمعاناتهم كتير صعب لهيك أي شي بنعمله لحتى نشارك ونورجي الناس الظلم اللي عم يتعرضو له والإبادة والقتل والتدمير كتير مفيد جداً مفيد ما لازم أبداً نستهين فيه أو نقلل من قيمته يمكن هذا من أهم المساعدات اللي فينا نقدم لهم إياها عكس الحملات اللي عم تحاول تسكت أصواتهم وتخبي الحقيقة هل بتعرفوا أمثلة تانية عم بتم اعتمادة لنزع الإنسانية عن أهلنا بغزة وبفلسطين جابونا على الأسئلة بالتعليقات وإذا حبيتوا الحلقة عطونا لايك إعجاب ضروري جداً وشاركوا الحلقة بين أصدقائكم واشتركوا بالقناة وشوفوا حلقات السابقة والمصادر ونتظروا الحلقات القادمة لايك ضروري جداً نشاركوا الحلقة سلام